حضرتك بابا؟ إيه ابن الهابة اللي بتقالي يا بابا ومال ماما؟ من خلشة وشالة لو سمحت الحجة عايزك الحجة؟ طب، ما تعرفش منطق عايزاني في إيه بالزبط؟ افضل معي وهناك هتعرف كل حاجة اسمح لي بس أغير هدومي وأنا هاجلها بنفسي عند الصفرة بعد المتش للأسف ماينفعش تعليماتي أني أصلك للحجة حالة أغيرهم باين من أولهم تعدوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقبلوا الله يا حجة منا ومنكم؟ إيه يا هناء؟ ليه بعدت تجيبيني بالطريقة دي؟ طبعاً أنت عرفت أن تم تسريب معلومات غاية في السرية عن الشليل اللي اشترينا في السحل وعارف برضو المعلومات دي تسربت لمين؟ لما؟ ليه يا حمادي؟ وإنت فاهم كويس القانون هنا؟ طبعاً أنا ماما ما صعب أنها تكون عرفت لها أنا بقالي أسبوع ما شفتش ماما أنا ممكن أصدق أن أنت ما شفتهاش بس كمان ما كلمتهاش إن برحل عصر الساعة 4 و32 دقيقة كلمتها حصل؟ لا دا كانت مكلمة كده سلامات في السريع بعدين مش دا اللي حصل بالزبط ايوة ناهدة حبيبتي ازايك عاملة ايه؟ ماما عندك؟ طب بدي هانا اسلم عليها ام المنطق عارفت مينين ان انا استلمنا الشليف الساحل وبنشطط فيه احنا شغلنا يفوش اي نوع من انواع الصدف احنا الغلطة عندنا بفورة ممكن واقل واقل ابننا مستحيل واقل ده من اكفأ واخلص رجالتي مايعملش كده ده غير ان اشتايته بصنية مكارونا بالبشامل انسى مش عارف طالع لمين القزر ده بص يا حاجة انت عارفة ماما ماما يعني اكيد مش هتكره لنا الخير مافيهاش حاجة يعني لما قولها على حاجة زي دي ماما عيبك انك بتبص تحت رجليك ماما مش هتكره لنا الخير اه انهي لما مامتك تعرف نهيد اختك هتعرف ولما نهيد تعرف هتيجي هي وجوزها وعيالها اللي بيخدود ومامتك هتلينا فطير يا سليمان وعايز النربة وفطار وزلاب يا سليمان ونقعد سبعة في القوضة ونفرش على الأرض هكمل يا سليمان كفاية كفاية بوسي ايدك يعني أنا بتهايلي ماما مستحيل تعمل كده لأنها هي عارفة أن أنا وأخذ قرد قال لي يا سودة قودة اعتراف جالي كده من جارنا أعمل أي مجهود انت قلت المامتك على موضوع القرد يا سليمان أنا لمحت كده عن القرد كما قلت واضح أن أصرار البيت بدأت تطلع لبرة قولي يا سليمان هاي هي حاجة لما بتروح لمنطق وبتسألك علي وعن أكلي عن أكلي بتقول لها إيه؟ لا بقولها جميل طبعا أكل بقولتها لذيذ باين مرة آه أكلك طبعا ستك كل طب أكلي ولا أكل ماما أكل أكلي ولا أكل ماما أكل ماما بقى أنا مش قادر أستحمل أكل ماما أحلى وكل مرة بقول لها أن هي أكلها أحلى ولما بنزل قابل أصحابي بالليل ببقى بقى جذبت عليكي وببقى رايح لها علشان تعملي صنية البطاطس اللي أنا بحبها قلت بتعمليها نشفة والسلسة بتاعتها لزقة في القعر أنت مش فالحة غير أنك كل أسبوع تعمليلي قلقاس وأنا ما بحبش القلقاس كفاية قلقاس لا للقلقاس خمستاشر سنة جواز بيقولوا لا أول الشهر بيقول لا دمي بيقول لا شعر سدري بيقول لا القلقاس نفسه بيقول لا كفاية قلقاس خلصت لا قلقاس خلصت كده حلوق خلص إيه اللي بيحصل في البيت ده واضح إن أنا مش عارفة أحمي أسرار بيتي الشيطان بقى واندخل لا مش شيطان ده أنت يا سليمان أنت اللي بتروح تقولهم على كل حاجة مع إننا إحنا ما بنعرفش عنهم ولا حاجة عندك ناهم مثلا ما عرفناش إنها حمل فواد غير لما ابنها وصل للإعدادية ولا جوزها مستاذ محمود معرفناش إن جيله شغل جديد من بعد ما ميت بخمس سنين محمود ميت شفت شوف يا سليمان أنا مش هكمل كلام في الموضوع ده بس لازم تقولي إن دي آخر مرة وإن أسرار بيتنا مش هتطلع بره تاني لا خلص لا مش ألو ماما؟ أزاك يا ماما؟ سليمان؟ بيسلم عليك يا حبابتي وبيبوس إيدك إيه؟ شام النسين؟ لا يا ماما لا حنا هنروح فين؟ إحنا عاديين لا يا ماما حنروح الساحل آه جبنا يا شليه سليمان اشتراها لا ما وخد قرد خد قرد بفايدة سبعة في المية إيه يا حبابتي؟ عايزين تيجوا؟ تنوري يا حبابتي تنوري يا ماما ماشي يا سبتكور سلام سلام إيه؟ ماما؟ ماما؟ ماما؟